قانون الكون وقانون الجذب له حاجات كتيرة قوي ناس كتير بتبعتلي على اليوتيوب وتطلب فيديوهات اكتر عن قانون الكون وعايزين يفهمه اكتر انا مش بقول ان انا خبيرة في قانون الكون بس انا فاهمها كويس جدا وبفعله وبفعله عن طريق ال EFT وعن فاهمي له النهوة ده عايز اتكلم عن مقولة اسمها ما تكرر تقرر و ايه الكلام ده اللي بنكرره كتير في حياتنا هيتقرر علينا يعني ما تكرره بالكاف تكرر علينا بالقاف بقى قرار فدلوقتي مثلا انا اعمال قولة انا مفهمش في التكنولوجيا انا تكنولوجيا زعب علي انا التكنولوجيا دي انا مش فهميه انا مش عارفة مش عارفة اتعامل معنا شوية كل ما حاجه ادخول انا قريدي حطيت الفكرة وزلعتها وصممت انا مش هقدر فانا هادخل عليها مفتوحة او هادخل عليها اصلا تعمانة تعبوا لو قررتوا بقى يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم وسنة حتتزرع معلومة حتتزرع رسمي في العقل بيسموها نورو باتويز وبعدين بيعملوا مجموعة وتبقى كل ما يجي أقدم على الشيء دوني تليفون جديد وبقى تكنولوجيا مش عارفة ده نوع جديد أنا حالفة تصرف معايز زي كل ما تحط في موقف لو دعو بالتكنولوجيا أنا قلت بقى العقلي خمسين مرة وكتير كتير وعندي جمية نورو باتويز أو وصلات عقلية كده بتقولها لمعرفش وأنا بتعب فما تقرر بالكاف تقرر بقت قراري على حياتي أنا ميرات السكانين اللي حابين تعرفوا أكتر عن قانون تكون في فيديوهات كتير على اليوتيوب باسمي تليس سسكرايب وشير مع الناس عشان نفيد ناس أكتر يفهموا يخطوا بالهم بيقولوا إيه وبيفكروا إيه كمان الـ EFT حيساعدكم كتير يكسر الحاجات دي فأنا لو عندي مشكلة مع التكنولوجيا ممكن أعمل لها التعبين بالرغم أن أنا مش بفهم قوي في التكنولوجيا وتعبانة معها أنا أحب أن أتقبل نفسي وشوي شوي هحس أن أنا منفتحة تم أجرب ما أحاول ما أشوف الحكاية ما أقرأ بقى أسأل أجيب حد الجنب يقعد ويعلمني هلاقي حلول جوايا وما بقاش أنا بيني وبينه التاقة دي اللي أنا بتقبط كده لما أشوف حاجة تكنولوجيا ما أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله بحيس أننا نفعل قانون تكون لينا وليس علينا ترجمة نانسي قنقر